بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم جميعا يا حبايب يا رب دائما وأبدا تكونوا بألف خير ودائما وأبدا بصحة جيدة دلوقتي يا معايل الدكتور المحترم زي ما احنا متفقين مع سيادتك ان هناك بعض الحصص اللي هتكون محتاجة قراءة للمذكرة على حدة أو على انفصال طبعا زي ما احنا عارفين يا دكتور ان احنا بنشرح في الحصص الاساسية بنقعد نقرأ كل حرف مع بعض والكلام بيترجم حرف حرف ولكن في بعض الحصص الحصص دي بتبقى تقيلة شوية فأنا لا اكتفي فقط بان انا بقرأ معك في الحصصة انا عايز اعمل لك فيديو سريع كده قراءة للمذكرة ممكن تعتبره يا عم مراجع على الحصصة لما ترجع له بعد ما تسمع الفيديو الاساسي او كنت حضرت معي في السنطر انا النهاردة بفضل الله كنا اخدنا موضوع غاية في الاهمية اسمه الاجشن بوتينشيال واتفقت معك يا دكتور ان كلمة بوتينشيال معناها قهرباء قلت يا ابني بوتينشيال معناها ايه قهرباء طب وكلمة اكشن معناها تغير يبقى تغير الكهرباء بتاعة الخلية ايا كان نوع الخلية هو ده اكشن بوتينشيال ولذلك بيقولك ده سيريس يعني سلسلة من الرابد من التغيرات السريعة التي تحدث امدى ممبرين بوتينشيال في القهرباء بتاعة الممبرين في القهرباء بتاعة غشاء الخلية بسبب ايه يعني بعد بعد ما تدي استيميريشن ما هو امتى بتتغير القهرباء لما تدي استيميريشن خلاص طيب بدي استيميريشن يا دكتور استيميريشن ده بيعمل تغير قهربي اسمه اكشن بوتينشيال اذا لابد لهذا الاستيميروس ان يكون كلمة اديكوت استيميروس زي ما قلت 200 مرة قبل كده ده معناها يا دكتور استيميروس او مؤثر كافي تمام طب هو انا ازاي بأسجل الاكشن بوتينشيال الاكشن بوتينشيال الاكشن بوتينشيال ده بيتسجل عن طريق جهاز يا دكتور بيكون له مايكرو الكتروز زي ما قلنا في الشرح المايكرو الكتروز دي واحد محطوط على الاوتر سيرفيس اهو اهو بليست يعني محطوط على الاوتر سيرفيس والتانية يا دكتور محطوط على الانر سيرفيس بتاع مين بقى؟ بتاع الاكزون يا لا خلاص اللي هو العصب طيب كلام جميل جدا دكتور التو الكتروز دول متوصلين بشاشة او سكرين قدام سيادتك اهو صح لا مش صح اهو طب حيلو بما انهم يا دكتور بوس متصلين بسويتابل سكرين يعني سكرين مناسبة اللي بتقدر ان هي يعني ترسم اللي هي التغيرات السريعة في الميبرين بوتنشيال اثناء الاكشن بوتنشيال طب الجهاز ده اسمه ايه؟ قلت لسيرتك يا دكتور له كذا اسم ديجيتال سكرين يا عم او كاثودري اسولوسكوب او كاثودري تيوب خلاص ده اسم الجهاز عندك مشكلة؟ ده يبني تعريف الاكشن بوتنشيال وازاي بنقيس الاكشن بوتنشيال طيب اتفقت مع سيادتك من انا عمدي معضلة شوي قلت لسيادتك اه دي عصب اهو والعصب ده يا دكتور بالشكل ده كده انا حط هنا الجهاز اللي بيقيس او بيرسم الاكشن بوتنشيال بالشكل ده وهدي ستيمراس قهربائي هنا هل في نفس اللحظة اللي بدي فعل ستيمراس الجهاز بيقرأ اتفقنا انه لا لانه لازم استنى القهرباء تيمشي بالشكل ده كده الى امتصل الى مكان التسجير والكلام ده قلتوا بالتفصيل ورسمتوا في الشرح بالتفصيل حلو اذا هناك فترة تأخير فترة التأخير دي بسميها لتنتي بيريود ودي تعتبر الفترة او الامتيرفل اللي هي الفترة ما بين ابليكيشن اوف زاستيمراس يعني تطبيق الاستيمراس وما بين بداية الاكشن بوتنشيال ام دي ستارت اوف اكشن بوتنشيال وما بين بداية رسم وتسجيل الجهاز الاكشن بوتنشيال خلاص طيب اذا يا دكتور يا محترم اللي تنتي بيريود هي بيريود هي تايم هي مدة زمنية اذا تمثل او كوريسبوند تو التايم اللي هو الوقت تاكن الوقت اللي بيستهلك اللي بتاخده الامبالس او النبضة العصبية اللي بتمشي دي اهو اللي هي بتترافل او تسافر الانج الاجزن على طول الاجزن من مكان الستيميوليشن الى مكان تسجيل الالكتروتز طب انا هستفيد ايه دكتور من اللي تنتي بيريود اتفقتي معاك ان اللي تنتي بيريود مدة معاك المدة او اقدر اقصها على الساعة طب تقدر تقصلي المسافة دي المسافة ما بين الاستيميولاس او تطبيق الاستيميولاس وما بين بداية رسم اكشن بوتنشيال او اقدر اقصها واخدنا زمان يا ولد العزيز منذ القديم الازل اثناء وانت في ابتداء اصلا امن السرعة تساوي المسافة على الزمن طب انت معاك المسافة ومعاك الزمن تقدر تجيب السرعة يبقى اقدر احسب سرعة توصيل العصب للقهرباء اقدر احسبها يا دكتور يا محترم لان انت عندك الديوريشن اللي هي اللي تنتي بيريود وعندك الديستنس هاتيسها اللي هي المسافة ما بين نقطة تطبيق للسيمينوس وبداية قراءة الـ action potential خلاص طيب عايز يديك مثال على المسألة العبيطة دي يقول لك يا دكتور والله اللي تنتي بيريود اثنين ميلي ساكم دي يبقى انت معاك الزمن اهو خلاص ايه كمان والديستنس يا دكتور يا محترم كاته 4 سنتي يبقى انت معاك المسافة معاك مسافة وزمن احسب السرعة السرعة تساوي مسافة على زمن هتقول ل 4 سنتي على آآ الاتنين ميلي ساكم دي يا دكتور يا محترم خلاص او هتحولها للمتر بقى تبقى 20 متر في الثاني اه حمالة في الزنجابيل يبقى دي حاجة اسمها اللي تنتي بيريود فترة تأخير طيب كرام جميل جدا يا دكتور عايز بقى نتكلم عن action potential ولكن زي ما احنا عملنا في الشرح احنا مش هنشرح الـ waves الاول لا احنا هندخل الاول على ionic basis of action potential لبقى لان انا لازم ادرس الـ base لازم ادرس الاساس بتاع action potential وبعد كده يا عمب اتكلم براحتي عن مين عن الكيرف زي ما انا عايز لا يبقى انا ابدأ الاول زي ما عملنا في الشرح بالـ ionic basis وده الاصحة علميا يا ولد العزيز ما هو الاساس الايوني للaction potential هتقول لي المين features يعني الخصائص الاساسية للaction potential بيتم تحديدها عن طريق قنوات هذه القنوات بتفتح بالكهرباء ولدارك اسمها voltage gate وترسمت في الشرح لو تفتكر كان عمدي يا دكتور voltage gate sodium channel وvoltage gate potassium channel اول نوع من القناة عمدي اسمه voltage gate sodium channel واتفقت معك ان الvoltage gate sodium channel عندها two gates يعني عندها بوابتين وكنت برسمها كده ادي القناة في بوابة برا وفي بوابة جوة البوابة اللي برا كنت بسميها outer gate والبوابة اللي جوة كنت بسميها يا دكتور كنت بسميها ener gate صح طب والouter gate كنت بسميها activation لان هي لما بتفتح بتعمل تنشيط القناة والener gate كنت بسميها ال in activation gate لان القناة بتقفل عن طريق ال in activation gate انا بقرأ معك يا الكلام ده سريعا ولكن الكلام ده قتل بحث في الشرح الاساسي معايا طب حي طب يا دكتور شكل القناة دي بيكون عامل ازاي يعني انهي قناة دكتور هتكلم معاك مثلا عن كل قناة من فاصلة في وضع ال rest يا دكتور يعني اثناء resting membrane potential لما اجا اتكلم معاك عن voltage gate stodium channel والله ايدي ال voltage gate stodium channel بتكون ال outer gate مقفولة والener gate مفتوحة يبقاه ال activation gate اللي هي ال outer activation هي ال outer بتكون closed او مقفولة وال in activation ال in activation هي ال inner gate inner هي in activation بتكون مفتوحة او open وبالتبعية القناة ككل channel ازهول بتكون closed لانها البوابة من بره مقفولة هي فالبوابة من بره مقفولة خلاص اعتبرها تقفلت يبقى القناة نفسها ككل مقفولة طيب كلام جميل جدا يا دكتور طيب لما دي اماجي add stimulus بيقولك boost gate يعني البوابتين دول must be opened for sodium to flow through sodium يعني عشان الصود يميدخل يا دكتور من خلال القناة دي لازم البوابتين يكونوا مفتحين يبقى لازم شكل القناة يكون كده ال outer gate مفتوحة وال inner gate مفتوحة عشان يقدر الصود يميدخل من بره الجوه بالشكل الجميل او اللي قدام سياد تك ده خلاص طيب كلام جميل ال outer gate لما بيحصل لها activation activation او تقفل بتقفل بالإنرجيت والكلام ده قوتي البحث معايا قبل كده خلاص طيب يا حيبقى بالغير المحترم هو القناة دي بتفتح ازاي وبتقفل ازاي عن طريق القهرباء يبقى بتفتح او بتم التحكم فيها عن طريق التغير او بيعمل لها stimulation لهذه القناة عشان هي تستجيب كالتغيرات الاتية اللي بيحصل بقى معايا اهو يا دكتور يا محترم اثناء الرست بتكون بالشكل ده كده بره مقفولة وجوه مفتوحة طيب يعني الاتنين مفتوحين طيب activation بتكون بره مفتوحة وجوه مقفولة والكلام ده قلتوا بالتفصيل اثناء الشرح ورسمتوا وبرسيموا تاني قدامك سريعا اهو طيب تاني نوع من القنوات عندنا هو والفولتش جيت بوتاسيوم التشانل والبوتاسيوم التشانل دي قناف حالها عندها بوابة واحدة اهي موجودة على الانر سايت اف دا ميبرين يبقى تحتوي على موجودة امترا سيلولر سايت يعني على الانر سايت اف دا ميبرين في وضع الرست القناة دي بتكون مقفولة ولما يحصل لها اكتيفيشن القناة دي الانر جيت بتفتح يا دكتور يا محترم وبعد كده اللي بتفتح وهي اللي بتقفل طيب بصي بقى معايا حيبقى اللي بتغليل المحترم وإيه اللي بيحصل يا دكتور انظر الريستنج اثناء الريست او وضع الراحة الميبرين بوتينشيال بيكون بولاريز يعني ايه بولاريز يعني كل ميبرين او كل الطرف من الميبرين بيستقطب شحنة معينة فأثناء الريستنج ميبرين بوتينشيال اتفعت معاك اني برا بيكون موجب خلاص طب حلوة جدا يا دكتور ايه اللي بيحصل بقى خلي براكم الحاجة حيبقى بالغالي القنوات في وضع الريست سواء السوديوم او بوتاسيوم بتكون قلصد يا دكتور ولكن مين بيكون مفتوح في بواقع بيكون مفتوحة اه هي مين هي الانر جيت بتاعة السوديوم لان كده كده القناكة كل مقفولة بان الاوتر جيت مقفولة فهمت الفكرة طيب لما يحصل للعصب يا دكتور يا محترم ايه اللي بيحصل قال لك الجيتس او القنوات دي يا دكتور بيحصل لها يعني بتتحرك باسلوب معين هناخده او بطريقة معين هناخدها مع بعض دلوقتي فاول حاجة اثناء الدي بولريزيشن الاستيمولوس دوت بيعمل ايه قال لك والله يحب قلب الغالي بيفتح قنوات السوديوم قنوات السوديوم تبقى افتوحها بالشكل ده كده فيدخل السوديوم جوه والسوديوم يحمل اشارة مجابة فبالتبعية بيقلل الميمبرين بتنشي قال لا بدل ما هو مينس تسعين يخليه تحرك ناحية الموجب يا دكتور يا محترم تورد الفايرينج ريفل ادي عندك الرست اهو بيطلع لفوق كده تورد الفايرينج ريفل خلاص طب ايه اللي بيحصل اقول لك سم يعني هناك بعض من السوديوم تشانل او من الاكتيفاشن جيت بتفتح فيدخل السوديوم يا دكتور بالالكترو كيميكال جريدينت او الإلكترو كونسنتريرشان جريدينت يعني السوديوم بيدخل لان اصلا السوديوم تركيزه برعه عالي وبيدخل برضه بالالكترو جريدينت لان اصلا جوه كان فيه اشارة سالبة فالاشارة سالبة بتشد السوديوم لدو فبيدخل السوديوم عندك بقوتين زي ما قلت طيب تاني حاجة يا دكتور عايز اتكلم عنها الصوديوم انفلو يعني دخول الصوديوم بيخلي الممبرين يعمل دي بولاريزيشن اكثر واكثر الى امن يصل يا معاني الدكتور المحترم الى 65 ميلي فولت والناس لو فاكر معايا الرسمة ده كان يعتبر الفايرينج ليفل او التري شولت ده بيحصل اوبر اند اوبر راش اوف صوديوم انفلكس بيدخل كميات كبيرة من الصوديوم عند الفايرينج ليفل ده قلت لسياتك اول فولتش جيت الصوديوم بتفتح كل قنوات الصوديوم يا دكتور يا محترم خلاص ايه اند الرابد ريت بتفتح بسرعة وبيحصل بسرعة اللي هو العمود اللي طالع من السبايك اللي بسميه كلمةسبايك معناها الشوكة بتاعت الاكشن بوتينشيال دي خلاص طيب الاكشن بوتينشيال دوت يا دكتور لا يحدث باي حال من الاحوال الا اذا وصلت الفايرينج ريفل او اكشن بوتينشيال طيب فرضا ان الديبلريزيشن لم يصل الى الفايرينج ريفل يبقى لم يصل الى لم يصل الى الحد الادنى فلن يحدث اكشن بوتينشيال فهمت الفكرة طيب بعد كده بتكلم معاك وقولك طيب خلصت الديبلريزيشن الحمد لله يبقى يحدث رابدين اكتينيزيشن تقفل قنوات الصوديوم يا دكتور بس هي بتقفل باني بوابة بالانرجيت خلاص حلو جدا وبتفضل في الحالة دي القناة كده دي مفتوحة ودي مقفولة فكده هي ايناكتيفيتيت او مقفولة بتفضل في الحالة دي ميلي سكند لحد ما ترجع لي بتاعتها مرة اخرى طيب انا كده بتكلم عن طيب انا طلعت الفوق عملتي دي يبقى محتاج انزل تاني عشان نعمل ريه هو ده الريبلريزيشن الريبلريزيشن بابدأه ازاي اول حاجة تقول لي اقفل السبب بتاع دي امنع دي يبقى اول حاجة تقول لي انت اعمل اين اكتيفيتشن للصوديوم التشغيل زي ما قلتها امد اكتيفيتشن نشط بقى القنوات المسؤولة عن الريبلريزيشن اللي هي البوتاسيوم التشغيل البوتاسيوم بيخرج يا دكتور يا محترم بره الخلية او بره العصب فلما يخرج بكميات كبيرة جدا يا حيب قلب الغالي ده بيمنع الريبلريزيشن وانشيط يعني بيبدأ الريبلريزيشن اهو القنوات دي بتبدأ ان هي تفتح زير جيت اوبين شورتري بتفتح يا دكتور في وقت قصير يعني بيقولك هي اصلا قنوات البوتاسيوم دي بتبدأ تفتح بعد انفتح قنوات البوتاسيوم بشوي قنوات الصوديوم بشوي بتبدأ تفتح قنوات البوتاسيوم مع الصوديوم اه ولكن بما ان قنوات البوتاسيوم قنوات بطيئة اصلا دايما قلت لساتك قبل كده في الحصة فبتاخد وقت اطول يا دكتور اهو لان البوتاسيوم التشغيل is slower and more prolonged وبتاخد وقت اطول زين اكثر من فتح او opening of الصوديوم التشغيل والكام ده له بالتفصيل في الحص خلاص وبالتبعية البوتاسيوم افلوكس او خروج البوتاسيوم بيفضل مستمر افضل ويزيد خروج البوتاسيوم اكثر واكثر علشان يكمبيلات او يستكمل عملية الريبولريزيشن طيب فرضا يا دكتور لو انت ما قفلتش قنوات الصوديوم اذا يا حيبقال بالغالي المحترم الريبولريزيشن ده يا حيبقال بايه او would be slowest يعني مش هيبقى يحصل عندك ريبولريزيشن لان انت موقفتش سبب الديبولريزيشن والصوديوم دوت هيفضل انه عمال يدخل ويعاكس قوة الريبولريزيشن ولذلك يا حيبقال بالغالي الين اكتيفيشن يعني قفل قنوات الصوديوم must be removed before another action potential can occur يعني الكلام الاخير اللي هو كاتبه ده بيقولي ستك ان القناة بتاعة الصوديوم بتكون عاملة كده في وضع الرست اشتغلت القناة اللي بره الباول اللي بره تفتح واللي جوه تفتح في كده شغالة واتدخل صوديوم عالي طب بتقفل ازاي الانرجيت بتقفل والاوتر مفتوح ولكن ده مش وضع الرست لازم يا دكتور حالة الين اكتيفيشن دي تبقى remove ده ترجع تاني الطبيعي عشان تقدر انك تعمل another action potential وتصبح القناة بالشكل الجميل اول اللي احنا متعودين عليه اللي هي الاوتر مفتوحة والانر مفتوحة خلاص؟ كلام ده يبنى قليلونه بالتفصيل في الشرح بس انا جسته ومجرد بعمله بقرة معاك ولكن اتفقتي معاك بعد كده برضو لامنة الفولتش جيت بوتاسيوم منشهر القنوات بطيئة اذا بتعمل حاجة اسمها undershote يعني اتصل الى الرست وعمل اتخرج بوتاسيوم اكتر واكتر فتعمل ستك الـ undershote او الـ hyperblerization وده بسبب ايه؟ slow closure او في البوتاسيوم فيتؤدي ذلك الى الـ conductance او خروج البوتاسيوم يفضل مستمر بشكل higher بشكل مستمر او عالي اكتر واكتر حتى بعد نهاية الـ action potential وحتى بعد الوصول الى حالة الرست طيب الـ high potassium conductance خروج مزيد ومزيد من البوتاسيوم يخلي الممبرين يصبح اكتر استقطابا بره موجب اكتر وجوه سلب اكتر وده حاجة بسمها hyperblerize يعني more negative يعني الاشارة جوه بتصبح سلبة اكتر من حالة الرستنج الممبرين potential حيلو طيب كلام جميل جدا يا دكتور طيب ايه كمان سبب ايه؟ يعني مش مهم قوي بقولك بيحدث لك potassium channel قنوات بتصرب بوتاسيوم بتعمل ايه بقى drive the potassium inward and drive the membrane potential hyperblerization لعند الرستنج من brain potential ازاي الكلام ده بيحصل؟ بيقولك انا ازاي بطلع بقى تاني عندك سببين sodium potassium bump وكذلك فيه قنوات inward بتدخل البوتاسيوم لجوه غصب عنده خلاص؟ طيب كلام جميل جدا يا دكتور ده كده يا ولد العزيز الايه؟ الايونيك بيزيس والايونيك بيزيس ده بيحصل برضو اهو قلت لسيبتك بيحصل ازاي establishment او اعادة تركيز للايونيات كل واحد يرجع في مكانه الطبيعي هقولك ازاي بيحصل؟ هتقولي والله بفضل حاجة اسمها sodium potassium bump sodium potassium bump بدي بتعملي بقى قالك والله يا دكتور بيقولك transmission of H impulse along nerve ending بيؤدي الى diffuse of sodium to inside sodium يدخل جوه اثناء debolarization والبوتاسيوم بيطلع بره اثناء debolarization بس sodium مكانه مش جوه ولا البوتاسيوم مكانه بره طب محتاجة رجع كل واحد اللي مكانه بالزوء مين بقى يعمل كده هي sodium potassium bump بتعمل establishment لل sodium والبوتاسيوم وتحافظ على concentration او تركيز بتحافظ على concentration بتاع الصوديوم بره اكتر والconcentration او تركيز بتاع البوتاسيوم جوه اكتر لان انا قلت وقتلت الكلام ده بحسن ان sodium potassium bump بتخرج 3 sodium وبتدخل اثنين ايه وبتدخل اثنين البوتاسيوم جوه الخليل ده الايونيك basis of action potential طب تعالى بقى ناخد الكيرف بتاع الaction potential زي نفسه بالتفصيل بعد كده بقى بنرجع تاني نتكلم عن الويفز بتاعت الaction potential وجدنا ان الaction potential ده بيتكون من ثلاث مراحل او 3 wave طب الرسمة فين بتاعته اهي ادي عام الرسمة بتاعته اهي اللي هو اللي قدام سيادتك ده طب اول مرحلة عامدة هقولها هو الديبولاريزيشن الديبولاريزيشن هو الكيرف اللي طلع لفوق واتفقتي معاك الكيرف ده بينقسم الى slow ورابي الديبولاريزيشن طيب ال ببدأ عامدك من منس 90 ميلي فولت العامد منس 65 اللي هو من منس 90 من منس 65 دول كام 25 ميلي فولت دول يا دكتور يا محترم اه بصل من من منس 60 منس 65 ده يعتبر مستوى يبقى لازم بمشي بالرحل اني مش كلك قنوات السوديوم فتحات لكن وانس او مجرد ان انت وصلت للفايرينجليفل او وصلت للبانس 65 ميلي فولت هنا يا دكتور انت بتصل بيحصل لان كل قنوات السوديوم بتفتح والفولتش جيت السوديوم الشانيلز ار اوبند يا دكتور هو الممبرين بتنشيال اكروس السي الممبرين بيبدأ يطلع لفوق يعدي الفايرينجليفل يصل الى الزيرو يعني ايزو بوتنشيال يعني متساوي وبعد كده يعدي زيرو يدخل في اتجاه الموجب لعند موجب 35 ميلي فولت فلس لحد ما يطلع فين بقى الديبلرزيشن ده بيستمر لحد ما يحصل انعكاس في الاستقطاب يعني حيث اللي بيحصل بتتقلي بالآية بره بيصبح سالب وجوه بيصبح موجب لان الموجب عمال يدخل بسالب دخول السوديوم والممبرين بوتنشيال يصل الى موجب 35 ميلي فولت يعني الانر سايت بيصبح مور بوزيتف ان ريليشن تو الاوتر سايت لان اي اشورة موجودة عمدينا في الفيسيولوجي بتدل على الانر سايت طب الانبلي تيوت او المقدار بتاع الاكشا موتنشيال يساوي كام 125 ميلي فولت طب ليه قلتها في الشرح بقى اجمع يا ابنى عندك من 90 لخمس منس 65 ادي كده كام من 60 من 90 عندك لخمسة وستين ثم لصفر بص يلا من 90 لصفر يبقى كام 90 طب ومن صفر لخمسة وستين يبقى خمسة وستين خمسة وستين زائتين يديك 125 يبقى الارتفاع اللي هو ده او الامبلي تيوت بتاع الاكشا موتنشيال هتقولي 90 زائت خمسة وستين يساوي 125 كام ده ايه بالتفاصيل في الشرح طيب انا خلصت بعد ما طلعت انزل تاني النازلة دي اسمها بتنقسم الى رابد وسلو فيه زي زي ما قلت لساتك برضو رابد ايه بتشمل اول 70% اللي هي الحتة دي اول 70% لان قنوات البوتاسيوم بتكون فتحة بكمية كبيرة فبتخرج بوتاسيوم كتير طب لسلو اخر 30% اللي هم الحب المتبقيين دول خلاص لحد ما تصل الى ايه الى نورمال ريسي من برين بوتينشيال طب هل يبني الكلف بيقف هنا لأ ده بينزل تحت بسبب يا معالي الدكتور المحترم بص كده ان قنوات البوتاسيوم بطيئة بص يعني بينزل تحت ومستمر الفترة طويلة كده ولكن جرادوري بشكل تدريجي بتطلع تاني الوضع الرست وبنصل الى الرست من استكمل يا شباب بعد كده بقول لسيادتك برجع بقى اردت اطلع تاني من الهايبر بولاريزيشن واصل الى حالة الرستنج من برين بوتينشيال زي ما قلنا في الشرح الاساسي صح طب اطلع ازاي يا معالي الدكتور المحترم قال لك والله يا عنطري صوديوم بوتاسيوم بام صح طيب يا دكتور يا محترم وده بحصل بسبب ايه قال لك والله بسبب ان قنوات الصوديوم قنوات آسف البوتاسيوم بتكون بطيئة خلاص طيب انا عندي كده حاجتين بقى عندي حاجة دي اللي اسمها السبايك والحطة دي اسمها هايبر بولاريزيشن السبايك دوت بيقعد 2 ميلي سيكند والهايبر بولاريزيشن بيقعد لحد 30 ميلي سيكند عشان يريح العصب شوية طيب كلام جميل يبقى كده خلصنا الاكشن بوتينشيال والايونة بيزيس طبعا كنا بدقين بالشرح ادي عام قراتي المذكرة سريعا والترجمة لبعض المصالحات للحصة بتاعت النهاردة اتمنى تكون كل حاجة واضحة قدام حضرتك بالتوفيق والنجاح والتجارة في السلاح سلامة لك